الحمد لله رب العالمين الركن الثاني هو الوقوف بعرفة وذكرنا أن ابتداء وقت الوقوف محل خلافة الحنابلة يرون أنه يبتدأ من طلوع فجر يوم عرفة والجمهور يرون أنه من زوال الشمس وقلنا أن الراجح أنه يبتدأ من الزوال وأن نهاية وقت الوقوف بعرفة هو طلوع فجر يوم النحر قال المصنف رحمه الله بعد ذلك فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة يعني وقف بعرفة ولو لحظة ولو دقيقة أو حتى أقل من دقيقة وهو أهل يعني عاقل ولو مارا حتى لو مر مرورا أو نائما حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة نائما فيصح حجه يصح حجه لأن كونه نائما لا يخرج عن كونه عاقلا أهلا أو حائضا يعني حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفساء بعرفة فيصح أوقوفها بعرفة أو جاهلا أنها عرفة يعني إذا مر بعرفة جاهلا أنها عرفة أجزأه وذلك لقصة عروة بن مدرس الطائي فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومزدلي فوقال يا رسول الله جئتك من جبل طي أكلت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال عليه الصلاة والسلام من شهيد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضة فذا فالظاهر من حال عروح أنه لما وقف بعرفة وقف بها وهو جاهل لا يدري أنها عرفة ولهذا قال ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ومع ذلك بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الوقوف مجزئ لا إن كان سكران أو مجنونا إذا كان مجنونا فلا يصح وقوفه بل لا يصح حجه لأنه لا يعقل النية وهكذا إذا لو كان سكرانا لأنه قد اختار تغطية عقله بنفسه وهو كالمجنون أو مغمن عليه يرى المؤلف هو المذهب عند الحنابلة أنه إذا وقف بعرفة مغمن عليه أن وقوفه لا يصح وهذه المسألة تحصل كثيرا بعض الناس يعني يصاب بمرض فيهما عليه ويذهب به إلى عرفة يذهب به مثلا عبر سيارة الإسعاف ونحوها لكي يقف بعرفة فيقف بعرفة وهو مغمن عليه فهل هذا الوقوف يجزئ؟ هذه المسألة توقف فيها الإمام أحمد لما سئل عنها وقال الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه فالمسألة على قولين لأهل العلم القول الأول أنه لا يصح حج من وقف بعرفة مغمن عليه وهذا هو المذهب عند الحنابلة لأن الوقوف ركل مركان الحج فلم يصح من المغمن عليه كساءل الأركان القول الثاني أن حجه صحيح وهذا هو قول عطاء ابن أبي رباح الذي هو أفقه الناس في المناسك وهو مذهب الحنفية والمالكية قالوا إن الوقوف بعرفة لا يعتبر له نية ولا طهارة فصح من المغمن عليه كالنائم والأقرب الله أعلم أنه يصح وقوفه بعرفة أن المغمن عليه صح وقوفه بعرفة لأننا قد قررنا قبل قليل صحة وقوف من وقف بعرفة جاهلة وذكرنا الدليل لذلك وهو قصة عروع بن مضرس الطائف فإذا صح وقوف من وقف بعرفة جاهلة فيصح كذلك وقوف من وقف بعرفة مغمن عليه وصحة وقوف من وقف بعرفة وهو جاهل جاهل بأنها عرفة يدل على أن المطلوب في الوقوف أن يكون موجودا بعرفة وقت الوقوف ثم أيضا وجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام يغني عن اشتراطها في الوقوف ولأن عقله باق لم يزل فهو أشبه بالنائم فالأقرف الله أعلم أن الوقوف بعرفة من المغمى عليه أنه صحيح قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزاءهم يعني لو أخطأ الناس في إثبات دخول شهر ذي الحجة كان ندعى شهود رؤية الهلال وهو لم يهل حقيقة ووقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر بطريق الخطأ أجزاءهم ذلك وقد حكي الإجماع على هذا وأنه مجزئهم لأن العبرة بظاهر الحال وبظاهر الأمر قال والثالث يعني من أركان الحج طواف الإفاظة أو ركنه من أركان الحج بالإجماع بقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق المراد بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق المقصود بذلك طواف الإفاظة ولا بد أن يكون بعد الوقوف بعرفة فلا يصح أن يكون قبل الوقوف بعرفة لأن الله تعالى ذكر الطواف بعد الوقوف بعرفة وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف يعني وقت الوقوف بعرفة يبدأ من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة لمن وقف بعرفة ودفع إلى مزدلفة فيبدأ وقت طواف الإفاظة في حقه من منتصف الليل وإلا فبعد الوقوف أي إذا لم يكن قد وقف بعرفة إلا بعد منتصف الليل فبعد وقوفه يبدأ وقت الإفاظة في حقه ولا حد لآخره يعني لا حد لآخر وقت طواف الإفاظة فإذا أتى به في أي وقت صحة وهذا هو قول جمهور ومن أهل العلم جعل آخر وقت لطواف الإفاظة آخر شهر ذي الحجة والأقرب الله عنه وقول جمهور وهو أنه لا حد لآخره فلو أن مثلا مرأة حاضت أو نفست وبقي عليها طواف الإفاظة وذهبت لبلدها ولم ترجع وتطوف طواف الإفاظة اللي في شهر محرم أو في شهر الصفر صح ذلك على قول الراجح الرابع من أركان الحج السعي بين الصفة والمروة وقد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال فمنهم قال إنه ركن وهو قول جمهور ومنهم قال إنه واجب ومنهم قال إنه سنة والقول بأنه سنة أضعف الأقوال لكن يبقى النظر بين كونه ركنا أو واجبا والأقرب والله أعلم الأقرب أنه ركن من أركان الحج وذلك لأنه قرين للطواف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السعي وقد قال خذوا عني مناسككم وقال اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي ولأن الله تعالى قال إن الصفة والمروة من شعائر الله فجعل الله السعي بينهما من شعائر الله فقال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوم ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج مرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفة والمروة فالسعي قرين للطواف وملازم له فوق الزكاة مع الصلاة والأقرب والله أعلم أن السعياء ركن من أركان الحج كما قر ذلك المؤلف بعض العلماء زاد ركن خامساً وهو المبيت المزدلفة والأقرب الله أعلم أنه واجب وأنه ليس ركناً وهناك من قال أيضاً بأنه أصلاً سنة مستحب وأعدل الأقوال أن المبيت المزدلفة واجب وليس ركناً ثم قال مصنم رحمه الله واجباته يعني واجبات الحج التي يصح الحج بدونها لكن تجبر بدم فيك واجبات الصلاة التي تصح الصلاة بدونها لكن تجبر بسجود السهم الأول أول هذه الواجبات الإحرام من المقات ولو قال المؤلف أن يكون الإحرام من المقات لكان أوضح في العبارة لأنه قد يتوهم بأن الإحرام نفسه واجب وسبقاً قلنا أن الإحرام ركن ولكن الممراد المؤلف أن الإحرام يكون من المقات فهذا واجب من واجبات الحج والثاني الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً يعني من وقف بعرفة نهاراً فيجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى غربت الشمس وقد قال خذوا عني مناسككم وهذا هو الأظهر من أقوال العلمة في هذه المسألة أنه واجب الثالث المبيت ليلة النحر مزدلفة سبقاً ذكرنا الخلافة في هذه المسألة وقلنا قول الراجح أن المبيت مزدلفة أنه واجب من واجبات الحج خلافة لمن قال بأنه ركن وخلافة لمن قال بأنه سنة قال إلى بعد نصف الليل يعني أنه أن الواجب في المبيت ليلة المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل وهذا هو قول جماهير الفقهاء هذا هو قول جماهير الفقهاء أيضا من واجبات الحج المبيت بمنا في ليالي التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقد قال خذوا عني مناسككم ولأن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له والرخصة لا تكون إلا من عزيمة فلولا أن المبيت بمنا واجب لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتاج أصلا إلى الرخصة ورمي الجمار مرتبا أي من مواجبات الحج أن يرمي الجمار مرتبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرمو قوله إنما جعل الطوف بالبيت وبين الصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل والحلق أو التقصير أي من واجبات الحج الحلق أو التقصير لأن الله تعالى جعل الحلق أو التقصير وصفا للحج والعمرة فقال تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وقد ورد هذا في سياق الامتنان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واليقصر واليحلل وهذا بالنسبة للرجال والحلق أفضل بالنسبة للرجل من التقصير لكن يجوز التقصير وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير دون الحلق وطواف الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ولكن طواف الوداع إلا لمن كان من أهل مكة أو كان مقيما في مكة أو كان مقيما في مكة فليس طواف الوداع واجبا عليه قالوا أركان العمرة ثلاثة الأول الإحرام والثاني الطواف والثالث السعي هذه هي أركان العمرة لا تصح العمرة إلا بها الإحرام والطواف والسعي وواجباتها شيئان الإحرام بها من الحل وهذا الواجب إنما هو في حق أهل مكة ومن كان مقيما في مكة فإذا أراد العمرة لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم فيحرم من الحل وأقرب الحل وأدنى الحل التنعيم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة في حجة الوداء أمرها أن تذهب مع أخيه عبد الرحمن فتحرم من التنعيم ولو كان ذلك ليس واجبا لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وكان ذلك في وقت ليل وهو عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين اختار أي سرهما فلولا وجوبه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تذهب مع أخيه عبد الرحمن للإحرام من التنعيم والحلق أو التقصير يعني هذا واجب واجبات العمرة ونقول فيه كما قلنا في الحج والمسنون يعني مسنونات الحج كثيرة مثلا لها المؤلف بأمثلة قال كالمبيت بمنا ليلة عرفة فهذا مستحب وليس واجبا فلو أن الحاج أتى لي عرفة مباشرة فلا بأس وطواف القدوم طواف القدوم إنما هو في حق القارن والمفرد ومستحب وليس واجبا وأما بالنسبة لمتمتع فيكون طواف القدوم بالنسبة له هو طواف العمرة والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه الرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطأ فهو مستحب في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة والاطباع والاطباع معناه أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام يعني عند إرادة الإحرام يستحب له أن يتجرد من ملابسة ثم يلبس الإزار والردة ولو لم يفعل ذلك يعني كان عليها الإزار والردة ثم نوى صحة وأجزة لكن الأفضل أن يتجرد من المخيط ثم يلبس بعد ذلك يلبس الإزار والردة يلبس الإزار والردة لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس إزال ورداء لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم أحدكم في إزال ورداء ونعلين ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبيضيني لقوله عليه الصلاة والسلام إن من خير ثيابكم البياض فلبسوها وكفلوا فيها موتاكم نظيفين لما علم من النصوص أنه ينبغي ويستحب الحرص على النظافة والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي من حين الإحرام يستحب للمحرب الحج أو العمر أن يلبي وأن يكثر من التلبية قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوت بي راحلته لبى وكان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال فمن ترك ركن لم يتم حجه إلا به كمن ترك ركن مركان الصلاة من ترك مثل وقوه بعرافة لم يصح حجه ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح من ترك واجبا فهو كمن ترك واجبا واجبات الصلاة صلاة صحيحة لكن يجبر ذلك بسجود السهم هنا أيضا حجه صحيح ويجبر ذلك بدم كان يترك مثلا الإحرام من الميقات يحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه كما لو ترك مثلا المبيت بمن ليلة عرفة فلا شيء عليه لأن ذلك مستحب وليس واجب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن شروط الطواف وشروط السعي قال وشروط صحة الطواف 11 النية والإسلام والعقل وهذه شروط لجميع العبادات ودخول وقته أي دخول وقت الطواف وسبق القول بأنه يبتدئ وقت طواف الإفاظة من بعد منتصف ليلة النحر وستر العورة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يطوف ببيت عريان واجتناب النجاس والطهارة من الحدث وهذه المسألة محل خلاف فالجمهور يرون اشترات الطهارة لصحة الطواف وقال بعضها للعلم إن ذلك ليس بشرط وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وقالوا لأن حجم عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير قرابة مئة ألف ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالطهارة لأجل الطواف معلوم أن هذا العدد الكبير مئة ألف لا بد أن يحصل منهم من يكون غير متطحر وهو يطوف لو كان ذلك شرطا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقل ولا اشتهر وهذا قول قوي ولكن الأحواط هو قول الجمهور وهو أنه ينبغي للإنسان أن لا يطوف إلا وهو على طهارة وتكميلوا السبع أي تكميلوا سبعة أشواط وجعلوا البيت عن يساره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تكميل السبع هذا من شروط صحة الطواف فلو طاف ستة أشواط لم يصح طوافهم وجعلوا بيتي عن يساره لو جعل البيت عن يمين لم يصح طوافهم وكونه ماشيا مع القدرة فلا يصح أن يكون راكبا وقال بعضها للعلم إنه لا بأس أن يكون راكبا وهو يطوف وأن ذلك ليس واجبا وليس شرطا لصحة الطواف وهذا هو الأقرب النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره لكن فعل ذلك لما غشاه الناس وتزاحم عليه فطاف على بعيره وأمر أم سلم أن تطوف على بعيرها فالأقرب الله أعلم أن كونه ماشي أنه ليس شرطا وإنما هو مستحب والموالات بين أشواط الطواف شرط لصحته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرع المؤلف على شرط الموالات فقال فيستانفه لحدد فيه يعني لو أحدث أثناء الطواف ثم توضى فكما لو أحدث أثناء الصلاة فيبتدأ الطواف من جديد وكذلك قطعا طويلا يعني لو طاف ثم قطع الطواف وكانت مدة الفاصل طويلة يعني طاف مثلا شوطين ثم انتظر نصف ساعة هنا يعيد الطواف من جديد أما إذا كان الفاصل يسيرا قال المصنف وإن كان يسيرا يعني لا يقطع الموالات كما لو ذهب ليشرب ماء زمزم أو وقف لأجل يستريح وقوف يسيرا قال أو قيمة الصلاة يعني مكتوبة فصلى فلا يضر أو حضرت جنازة فصلى على جنازة فلا يضر لأن وقت ذلك قصير قال صلى وبنى من الحجر الأسود أي أنه يعيد الشوط ويستأنفه من الحجر الأسود وقال بعض أهل العلم أنه لا يزمه ذلك وإنما يكمل من المكان الذي وقف عنده وهذا هو القول الراجح ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن سنن الطواف قال وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى الركن اليماني فيه سنة واحدة وهي الاستلام ولا يقبل وكذا الحجر الأسود وتقبيله الحجر الأسود فيه ثلاث سنن السنة الأولى استلامه وتقبيله لمن تيسر له ذلك واستلامه وتقبيله أيضا والسجود عليه وذلك بأن يضع جباته وأنفه عليه السنة الثانية الإشارة إليه بعصى ونحوها ويقبل ما أشار به إليه السنة الثالثة أن يشير إليه بيده ويكمل بيد واحدة وليس باليدين ليس كما يقول بعض الناس هكذا هذا خلاف السنة السنة يشير باليد اليمنى هكذا ومن غير تقبيل يقول الله أكبر باليد اليمنى يستقبل الحجر بيد اليمنى يقول هكذا الله أكبر فهذه هي السنة وهي التي يستطيعها أكثر الناس في وقتنا الحاضر لأن استقباله وتقبيله يعني خاصة في المواسم لا يستطيعه أكثر الناس والدعاء والذكر أثناء الطواف هذا من سنن الطواف ولو لم يفعله لم يكن عليه بأس فهو من السنن والدنو من البيت يعني كلما دنى من البيت كان أفضل وأيضا من سنن الطواف ما أشرنا إليه من الطباع والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والركعتان بعده يعني ركعتان بعد الطواف والسنة الخففهما وأن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقوله الله أحد ثم انتقل المؤلم بعد ذلك لكلام عن شروط السعي قال هو شروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام والعقل وهذه شروط لصحة جميع العبادات والمشي مع القدرة وهذا تكلمنا عنه بالنسبة للطواف والأقرب الله أعلم أنه ليس شرطا وإنما هو مستحب وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم أي يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف مشروع فلو سعى ولم يسبق ذلك طواف مشروع لم يصح السعي لو أنه كان قارن أو مفردا وأتى وسعى مباشرة ولم يطف طواف القدوم لم يصح سعيه فيشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف مشروع وتكميل السبع لا بد أن يكمر سبعة أشواط فلو سعى ستة أشواط لم يصح سعيه واستعاب ما بين الصفا والمروة لا بد أن يستوعب ما بين الصفا والمروة قول الله تعالى فلا جنا عليك يطوف بهما وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط وهذا يحصل بعض الناس يخطأ فيبدأ بالمروة فيكون الشوط الأول لاغيا فعليه بعد ذلك أن يسعى سبعة أشواط وسننه يعني سنن السعي الطهارة وستر العورة الطهارة في السعي مستحبة ليست واجبة بخلاف الطواف وستر العورة أي أنها من السنن وهذا هو قول الجماهير والموالات بينهم وبين الطواف فلا تشترط الموالات بين السعي والطواف وإنما ذلك مستحب وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب قول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له لكن ذلك إنما يحصل لمن شربه بيقين فتأخذ ماء زمزم وتنوي ما تريد وتشربه فيحصل لك ما تريد بإذن الله ماء زمزم لما شرب له ويرش على بدنه وثوبه يعني من ماء زمزم وقد روي أن من فعل ذلك لم تصبه ذلة الله أعلم صحتي هذا ويقول عندما يشرب ماء زمزم بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاءا من كل ذا واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك هذا ليس عليه الدليل لكن يدعو بما تيسر بما ذكره المؤلف أو بغيره وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي رضوان الله عليهم تسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر وأما شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ولذلك من يذهب إلى المدينة ينوي بذلك أنه شد الرحل لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وليس لأجل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة وهذا قد ورد في بعض الأحاديث فالصلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة وفي المسجد النبوي ألف صلاة وفي المسجد الحرام مئات ألف صلاة آخر باب من أبواب كتاب الحج باب الفوات والإحصار والفوات معناه أن يسبق فلا يدرك والإحصار من المنع يعني أن يحصل الإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك وهذا الباب مهم تزداد أهميته في الوقتنا الحاضر يعني مع موجود تصاريح الحج وتصاريح المطلوبة من الحاج ومن المعتمر فتزداد أهمية الكلام عن هذه المسائل أولا نبدأ بالفوات قال المؤلف من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر لعذر حصر أو غيره فاته الحج يعني من طلع عليه فجر يوم عرفة ولم يكن قد وقف بعرفة فاته الحج فاته الحج لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طروع الفجر فقد أدرك الحج قال وانقلب إحرامه عمرة يعني إذا فاته الحج يتحلى من الحج بعمرة لأمر عمر رضي الله عنه أبا أيوب وهبار بن الأسود من يتحلل بعمرة ولا تزج عن عمرة الإسلام وقال بعضها للعلم إنها تزج لأن عمرة مكتملة الأركاني والشروط والواجبات وهذا والقول الراجح والله أعلم فيتحلل بها أي بالعمرة وعليه دم أي من فاته الحج عليه دم لأن عمر أمر بذلك والقضاء من العام المقبل وقال بعضها للعلم إنه لا قضاء عليه إلا إذا كان حجه فرضا وهو رواية في المذهب قدمه في المقنع وهناك من قال إنه إذا فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء وإن كان بغير التفريط لم يلزم قياسا على المحصر وهذا هو الأظهر الله أعلم في هذه المسألة قال المؤلف لكن لو سد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء لو سد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات الحج فلا قضاء عليه لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ثم تكلم المؤلف عن الإحصار قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعض العلماء يخصوا الإحصار بإحصار العدو والصحيح أنه يشملوا إحصار العدو وغيره طيب ما الذي يلزم المحصر قال ذبح هديا بنية التحلل لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل وقد حل وهذا هو المذهب عند الحنابلة قياسا على هدي التمتع ولم يذكروا مؤلف الحلق وظاهروا كلامي أنه لا يجب الحلق على المحصر والراجح أنه يجب يجب الحلق مع الهدي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة في الحديبية وعلى ذلك المحصر إذا أحصر فيذبح هديا ويحلق رأسه يذبح هديا في المكان الذي يحصر فيه ويحلقوا رأسهم ومن حصر عن طواف الإفاظة فقد وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف يعني فعل كل شيء إلى طواف الإفاظة كأن يكون مرض مثلا ولم يستطع أن يطوف فهنا ينتظر حتى حتى يتمكن من الطواف ويطوف ومن شرط في ابتداء إحرامي أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزته أو ذهبت نفقتي فلأن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه في أول كتاب الحاج تكلمنا عن الاشتراط وقلنا إنه سنة في حقي من خشي من عائق يعوقه ومن كان لا يخشى من عائق يعوقه فليس بسنة بحقي إذا اشترط فإنه إذا حصل له عائق يعيقه عن إتمام النسك تحلل ولا شيء عليه وهذه هي فائدة الاشتراط لا يزمه دم ولا حلق ولا أي شيء لكن إذا لم يكن قد اشترط فلابد أن يفعل ما يفعل المحصر كما ذكرنا لابد أن يفعل ما يفعل المحصر وهو كما قلنا يذبحه دما وكذلك يحلق رأسه ولهذا يعني أقول يعني ما مع هذه الجائحة وباء كورونا من أراد أن يعتمر أو أن يحج فيستحب في حقه أن يشترط مطلقا لأنه لا يدري ما يعرض له مع وجود هذا الوباء الآن المنتشر في العالم والذي لا زال حتى وقتنا الحاضر حتى هذه اللحظة لا زال على أشده فلا الإنسان عندما يأتي العمرة أو للحج في هذه الظروف لا يدري ما يعرض له ربما يصاب بهذا الوباء ربما يشتد عليه المراض ربما يعني يحصل له ما يحصل ولذلك أقول من ذهب في هذه الظروف للعمرة أو للحج فينبغي له أن يشترط فإذا اعتمر يقول اللهم لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وإذا أراد أن يهل بالحج يقول اللهم لبيك حجا وإن حبسني حابسهم فمحلي حيث حبستني ماذا يستفيد من هذا الاشتراط يستفيد من هذا الاشتراط أنه إذا حبسه حابس إذا عاقه عائق يتحلل ولا شيء عليه هذه هي فائدة الاشتراط بينما إذا لم يشترط يكون حكمه حكم المحصر فلابد أن يذبح دما ولابد أن يحلق رأسه وهل يلزمه القوى من العام المقبل هناك من أهل العلم أن يقول أنه يلزمه القضى وقال آخرونه لا يلزمه لا يلزمه القضى فحتى يخرج من هذا من هذه الإشكالية كلها نقول يشترط يشترط حتى لا يكون حكمه حكم المحصر لا يكون حكمه حكم المحصر فمثل هذه الظروف التي نعيشها الآن في وباء جائحة كورونا نقول الأفضل لمن أراد أن يعتمر أو أن يحج أن يشترط يقول اللهم لبيك عمره فإن حبسني حبس ومحلي حيث حبستني وإذا أراد الحج يقول اللهم لبيك حجا وإن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني هذه أيها الإخوة هي أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بالحج شرحناها من هذا المتن دليل الطالب وهذه تعطي طالب العلم خلاصة في هذه المسائل والأحكام وعلى المسلم إذا أراد أن يكون حجه مبرورا أن يحرص على الكمال وعلى التمام وعلى تطبيق السنن فإن بعض الناس يبحث عن الرخص وتجد أنه يحرص على الرخص وعلى تعمد اختيار الرخص الذي ينبغي للحاد أن يحرص على السنن ما أمكن أن يحرص على تطبيق السنن ما أمكن حتى يكون حجه مبرورا فإن الحج المبرور هو الذي أتى به صاحبه على الوجه الأكمل ولم يقع منه فيه إثم ولا معصية هذا هو الحج المبرور الذي أتى به صاحبه على الوجه الأكمل فإذا أردت أن يكون حجك مبرورا تحرص على أن يقع حجك على الوجه الأكمل وأن تأتي بالسنن في هذا الحج ما أمكن وأن تحرص أيضا على أن لا يقع منك في هذا الحج إثم ولا معصية حتى يكون حجك مبرورا فإنه إذا كان حجك مبرورا فإن جزاء عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن شرح كتاب الحج من الدليل من دليل الطالب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بهذا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة من الدروس في هذه الدورة العلمية المباركة استودعكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته